أطلق الدكتور خالد حنفي وزير تموين البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة رسميا وذلك بعد تطويرها وتحديثها على أن تتضمن البوابة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وأيضا القوانين والقرارات الوزارية بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والاقتراحات أوضح الوزير أن البوابة تتضمن أيضا كيفية استخراج بطاقات التموين وصرف الخبز وبدل الفاقد والتالف واستكمال بيانات البطاقة الدكية ومعرفة أماكن تنشطها وإضافة الموليد وأيضا إضافة إلى معرفة إجراءات التقدم لفتح مخبز بلدي مدعم وبقالة تموينية وأسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية